لم تكن سنة 2023 بمجملها سهلة على الجميع في ظل ويلات الحروب والكوارث التي عادت مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة مما زاد من الضغط على البلدان المتضررة بالفعل من تدهور الظروف الاقتصادية والمتأثرة بالتقس القاسي الذي يغذيه تغير المناخ حيث كتب الرئيس العراقي السابق برهم صالح مقالاً لصحيفة الشرق الأوسط عن المنطقة في ظل الحروب والنزاعات وتأثيرها في أمن العالم فيما لا تزال الحرب على غزة التي صنفت بالأسوأ تشغل العالم بأسره في الفترة الأخيرة فقد أظهرت المراجعة السنوية للصراعات التي عدها الدكتور برهم صالح أن العالم شهد خلال الأشهر الماضية أزمات مستعصية على نحو متزايد إلى جانب العنف المسلح الذي تحركه جهات متعددة الهدف منه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين فضلاً عن الدوافع المعقدة والمتداخلة والتأثيرات العالمية وتسارع تغير المناخ الأمر الذي يستدعي تحركاً جداً لفرض الاستقرار عبر مواثيق وتفاهمات تمنع التصعيد أولاً وتضع مسار للخروج من الأزمات المتعددة ثانياً وفي ظل الخسائر البشرية والمادية الهائلة جراء استمرار الهجوب الإسرائيلي على غزة ذكر الدكتور برهم صالح أنه لا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة التاريخية من دون حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية لتجنيب العالم صراعاً إقليمياً أوسع قد لا ينتهي بين القوى العظمى وبعيداً عن منطقة الحرب في غزة وإلى العراق الذي لم يغب تماماً عن مخيلته وحساباته والذي يسعى للنهوض وتجاوز مآسي الماضي وأن يكون مستعداً لتبوء مكانه الطبيعي والمحوري فيه بعد معاناة لعقود طويلة ففي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة التي شهدها عام 2023 وما سيليها من تطورات مقبلة في العالم الجديد تمثل جميعها اختباراً حقيقياً للعراق على المستوى الأمني والاقتصادي كون العراق يحظى بموقع جغرافي في قلب المنطقة ويحمل العديد من المفارقات أما أن يكون نقمة على شعبه وكل المنطقة عبر حروب عبثية وساحات صراع وتناحر إقليمي ودولي أو نعمة من خلال ثرواته الوفيرة وتنوعه الديمغرافي والبيئي واختتم الدكتور برهم صالح مقاله بالتحديات التي تواجه العراق من خلال انتهاك سيادته من قبل جهات وصفها بالخارجة عن القانون والإضرار بمصالحه بطرق تتماشى مع ولائهم لهذه الجهات فيما يتوق العراقيون بشدة إلى معالجات جذرية للخلل البنيوي في منظومة الحكم وتحقيق تنمية مستدامة في العراق للتخلص من الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار اشتركوا في القناة